هل حكامنا مش مؤهلين التأهيل الكافي؟ دي برضو جملة بتتقاهل انه اه حكامنا عندهم من النزاهة ما يكفي مفيش خلاف على ده بس مش مؤهلين بالشكل الكافي مؤهلين بالنسبة لإيه؟ فنيا لأ فنيا بص عندنا افضل حكام في الكارة بشهادت اتحاد الافريكي نفسه يعني كاس امام الافريكي الاخيرة لو لا الحكام المصري ما كانت نجحت طيب ليه هنا ما يبقش بنفس الجودة؟ ما بيقولك زمر الحقي لا يطرب هنا انت النهاردة بتقافله على رمية التماس انت رمية التماس يا كريم بتلاقي دكتين وقفوا رمية التماس وقفوا في نص الملعب التاني لانده ما تستحملش حد يعني اللي احنا بنشوفه هنا انا ما بيشوفهش في حياتي يعني انت النهاردة عندك ليه؟ لان الحكم في افريكيا او في اي حتة بره لما بيأخد اي قرار هو عارف انه له ضهر عارف انه كراره محمي والحاكم انا مانوش ضهر؟ لا مانوش ضهر الضهر ده اللي هو مقصود بمين؟ الاتحاد الكورى الأب الشرعي الاتحاد للحكام ومصاريح معاك وعشان يبقى ظهرك مش الاتحاد الكورى يحكماني الحالي أنا فهم عيه؟ جميع الاتحادات يعني عشان الاتحاد عشان يبقى ظهرك المفروض يعمل ايه؟ ياخد كرارات الخروج عن النص خروج.. انت بتلاقي لعيب دفع الحاكم بتلاقي واخد ما تشين لسه ما خدش حاجة مش كده برضو؟ يعني جوزيج وميز لسه ما خدش حاجة ما خدش حاجة خالص ولا حياخد ولا بقولك هو ولا حياخد هياخد الامتان اتحولت اللجنة للنباط ما خلاص بقى الموضوع كان في الملعب وقف هنا خلي بالحضر كان بلوم الحاكم آه طبعا الحاكم الرابع تحديد طبعا ده لو أحمد الغندور طنشني مجاليش وده ما حصلش طبعا لو أحمد شاف او كلمه عاطف حسين كان راح له كان بلوم على عاطف وقف اللعبة عاطف انزل الملعب واللعبة شغال لأن اللي حصل ده آه حاجة كارثة ده حاجة تتعلق بي أنا كحاكم ده إهانة بلغة للحكام كان لازم تاخد موقف لأن الموقف ده هيسجل في التاريخ لأنك انت عندك ولادك بيتفرج عليك انت قضوة للناس كتيرة جدا جدا لما يحصل معك كده لا أنا تكلمت مع كابتان أحمد الغندور وقالي أنه هو لم يستدعيني خلاص شفتها بعد المباراك بالنسبة لي وعلى حسب كابتان أحمد هو التصور إنه الحاكم الرابع شاف إنه مبرامة كهرباء وفي يد وطا على حساب مين يا كريم على حساب نفسي مبرامة كهرباء على حساب مين على حساب نفسي وعلى حساب مين يعني أنا ممكن الواحد يتهون في حاجات كتير إلا في حاجة نفسه مش كده برضو ما في المياه كرمتي وشغلتي طيب هرجع تاني للنقطة اللي هي خاصة بتأهيل الحكام وإنت قلت لي إنه شهادة التحل الأفريقي إنه حكامنا أحسن الأفضل إنت بقى وإنت موجود في اللجنة بنسمع كتير عن نواقص عند الحكام زي مثلا ملعب التدريب المحاضرات التطوير في التحكيم والقانون بتاعت الحكام هالحاجات دي منقوصة عندنا في اللجان الحكام المختلفة ولا هي بشكل كامل والحكام بياخدوا كامل حقوقهم الفنية والبدنية لأ عندنا حاجة عندنا نواقص كتير جدا جدا قبل ما بتتكلم عن الحكام الناس كتير بتتكلم عن التحكيم برضو عاوزين نعرف الحكام ده بياخد إيه وبيعمل إيه هتيجي تقول لي إحنا من الزنبنا هقول لك آه هو فعلا من الزنبك الآن دي تقول لك أنا من الزنب أنتو بتديروا إنتو التحاد الكرة بيدير المسابقة وهو مسؤول عن الحكام التحاد الكرة مسؤول مسؤولية كاملة عن إنه يخلي الحكام في أفضل حالات من معسكرات من كشف طبي من ملابس من تأمين صحي على الأقل حاجات كتير جدا المقابل بياخدوها مقابل مردي إلى حد كبير دلوقتي خلينا بصريح معك الحكم الساحة ده بياخد كام أعتقد 7000 جنيه في المباراة في الممتاز في المباراة الوحدة في الدول الممتاز وده رقم يعتبر مردي للحكام أعتقد مردي لأنك أنت بتلعب ماتش حكم مباراة حكم مباراة رابع مباراة ضار فالدنيا بتوزي بتبقى سهلا بتبقى حلو